من يريد لقاء بك لابد أن يكون قد سافر في القوافل الدعوية أو نحوها فلماذا هذه الصعوبة بهذا الشكل؟ عندما انتهى الاجتماع السنوي انقضى الناس عليه فماذا تفعلون بهذا القدر من التبرعات؟ لو استمعنا لخطاباتكم فإنكم تذكرون فيها القصص والحكايات بشكل كبير لكنكم لا تذكرون شيئا من القرآن والحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن عدنا من جديد في حلقة ثانية تصحيح مفاهيم خاطئة حول المركز الأسئلة صعبة كالسابق وهي صعبة علي أيضا ولكننا مع شخص واسع الصدر ذائع الصيت رفيع المنزلة يرد بلطف إنه لا يجادل السائل بل يقوم بتوجيئه وتعليمه نأمل أننا سننجح معا في إزالة شبهات الكثيرين من الناس هناك قريب ليقوم بأعمال كثيرة في مركز الدعوات الإسلامية ويلقي محاضرات دعوية أيضا ويتعامل مع المرتبطين بالمركز بأخلاق عالية وعندما يعود إلى حياة الشخصية يتحدث بحديث غريب ويتغير أسلوب حديثه تماما يعني أن له وجهين كيف تربون الرجال حين يجلسون إليكم فيتحدثون بطريقة ممتازة وحين يجلسون معنا أو بين أصدقائهم يتحدثون بكلام لا يليق بهم وهذا ما لم نفهم بعد هذا لأنه صديقك وفي الحقيقة ليس الجميع كما تقول ولعلك وجدت شخصا كهذا ومع ذلك عليك أن تفرح به لأنه كان شخصا سيئا قبل أن يرتبط بالمركز مئة بالمئة لكن بعد الارتباط غير نفسه ولو عشرة أو عشرين بالمئة وهو عندما يجلس معنا يسيطر على نفسه إلى حد ما وهنا أذكر لك مسألة ذكرها الفقهاء هل يجوز السلام على من يلعب الشطرنج أم لا؟ أجازه بعض الفقهاء بدليل أنهم مدام مشغولين في رد الجواب فسيتجنبون الشطرنج فهمت؟ هذه فكرة رائعة هكذا هنا أيضا فهو عندما يصاحبنا في المركز يبتعد عن المعاصي ولو مدة قليلة ولذلك ندعوك للحضور معنا وسيكتمل ما نقص إن شاء الله تعالى إذن لو أمكننا الإصلاح ولو قليلا فعلينا أن نفرح بذلك لا أن نطعنا فيه معنى ذلك أن لا ننظر للنصف الفارغ من الكأس ولكن يجب أن ننظر إلى النصف الممتلئ سبحان الله قد ذكرت مقولة ممتازة حسنا ولهذا إذا بدأ الشخص يميل إلى الخير فعلينا أن لا نحبط سعيه بل يجب أن نشجعه على ذلك حسنا سيدي هناك بعض الأسئلة المتبقية يصعب علي أن أطرحها عليكم ولكنها وصلتني هكذا نأمل بإجاباتكم أن تزيلوا تلك الشبهات وسوء التفاهم عند كثير من الناس والسؤال كالآتي بالتأكيد لا يوجد في العالم إنسان أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا ومولانا المحبون له بالمليارات وستستمر هذه السلسلة إلى يوم القيامة لم نقرأ شيئا في الحاديث ما يدل على أن لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروطا ببعض الأمور أو الشهادات وفي مقابل ذلك لا يمكن اللقاء معه إلا إذا توفرت بعض الشروط الصعبة حضرتك تقول من يريد اللقاء بي فعليه أن يكون مسافرا في القوافل الدعوية أو يحمل شهادة معينة والسائل أو المرسل قال أنت شيخي ألا أستحق أن ألتقي بشيخي فلماذا توجد هذه الشروط الصعبة حيال لقائك؟ مسألة اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن لقائنا ولا يناسب أن نذكره بهذا السياق ولا يمكن المقارنة بين المنزلة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيننا نحن العصاه أما ما يتعلق بلقائي فكنت ألتقي مع الناس سابقا واسمح لي أن أذكرك في مرة إن عقدت المذاكرة المدنية لكبار السن وكان ذلك ليلا ثم بدأ اللقاء حسب الموعد كبار السن كانوا قد حضروا من أنحاء البلد كلها بدأ الازدحام الشديد وكنا قد حددنا وقتا للحصول على الرموز المميزة وكان اللقاء مخصصا لمن كان عمره خمسين فأكثر انقضى المسنون على مكان إصدار الرموز بشكل غريب من كانت أعمارهم فوق الخمسين؟ انقلبت طاولات الموظفين وكراسيهم ولإنقاذ حياتهم قاموا بالهرب من هناك هذا ما حدث والغريب أن اللقاء استمر حتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بعد صلاة الفجر أيضا حتى الساعة الحادية عشرة؟ كنا قد أخذنا الاستراحة لصلاة الفجر فيلزم علي وعلى الناس أن يصلوا بدأ اللقاء بعد صلاة الفجر من جديد واستمر حتى الساعة الحادية عشرة تقريبا كما أتذكر أمثال هذا الأخ السائل من الذين يظنون هذا الظن بنا لعلهم لا يدركون الواقع كما هو أتذكر شخصا ولعل ذلك كان في اجتماع بمدينة فيصل آباد باكستان وكان ينعقد اجتماع كبير بحي دهوبي غارت كنت أخرج في جولة من كراتشي إلى السند ومن هناك كنت أدخل إلى أقليم بن جاب ثم إلى أقليم خيبر مختون خواه طبعا أتحدث عن مرحلة بدايات المركز بحمد الله تعالى استجاب الإخوة لدعوتي بسرعة عالية لأنهم كانوا يعلمون جيدا أن هذا المركز يسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست له أي مصلحة شخصية أو سياسية أو غيرهما على كل أرسل إلي شخص ورقة أظهر فيها استياءه لأنني كنت محاطة بين سياج قصب الخيزوران من جميع الأطراف وسألني لماذا أنت محروس بين قصب الخيزوران لألا يقترب أحد منك هل تظن أنهم يقتلونك أو يأكلونك هكذا وجه إلي السؤال كما أتذكر فأجبته حسب علمي وفهمي أثناء الاجتماع بأنني مضطر لذلك لا أدري هل فهم جوابي أم لا المهم انتهى الاجتماع بالدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الانتهاء انقض الناس علي للقاء من فوق السياج كان من بينهم ذلك السائل أيضا لم أكن أعرفه بل هو من قال لي أنا ذلك الشخص والآن فهمت الأمر جيدا لماذا أنت محروس بين سياج الخيزوران ولكنه فهم بعدما رأى الأمر بأم عينيه وإلا بقي متسائلا كيف لا يقترب أحد مني ولماذا سياج الخيزوران حوله أصحاب مركز الدعوة الإسلامية يلتقون مع المرتبطين بالمركز ومع من يلبسون العمامة بطريقة لطيفة جدا ولكنهم عندما يرون شخصا لا يلبس العمامة أو غير مرتبط بالمركز يكون لقاؤهم بطريقة جافة جدا ولعلك عملت هكذا الحاج مشتاق الذي كان أول رئيس لمجلس الشورى للمركز أخبرني شخصيا أنني عندما جئت أول مرة في اجتماع المركز وكان ينعقد حينئذ في مسجدي غلزار حبيب في كاراتشي بعد انتهاء الاجتماع خرجت من هناك كعادة الناس الذين ينصرفون إلى بيوتهم بعد الاجتماع لقيني أحد المرتبطين بالمركز ولم أكن أعرفه عملني معاملة حسنة جدا وكأنه يعرفني منذ زمان أعجبني ذلك ظننت أن هؤلاء مختلفون عن عامة الناس تماما ينبغي لي أن آتي مرارا وهكذا أكون قد ارتبطت بالمركز إذن الأمر ليس كذلك أولئك الذين يرتدون العمائم وأصحاب اللحية لم يخرجوا من أرحام أمهاتهم وهم على تلك الحالة ومعلوم أنهم كانوا يحلقون لحاهم قبل ذلك وعلى الموضع الدارج أيضا وستجد كثيرين منهم كانوا غير مصلين ولكنهم تغيروا بعد الارتباط بالمركز وليس بالضرورة أن يكون الجميع دمثون مبتسمون على نحو واحد فالناس مختلفون في الطبائع وكذا مختلفون في الأساليب والمواقف البعض منهم لا يكونوا اجتماعيا والبعض منهم اجتماعي إلى حد يختلط بالناس على الفور ومن يلتقي بهم مرة يشتاق لرقائهم دائما نعم لابد للمسلم أن يكون اجتماعيا وقد لا يكون البعض اجتماعيين بطبيعتهم فانبغي لهم أن يتكلفوا ذلك وهذا فضل من الله تعالى يعطيه من يشاء عندما كان ابني الحاج عبيد رضا صغيرا جاءني شخص يزورني من إحدى المدن وبالتقادير كان عديم الابتسامة جديا إلى حد كبير والحاج عبيد رضا كان صغيرا غير مميز وضع يده على كتف ذلك الرجل ثم بدأ يدور حوله فاستغرب جدا منه وقال لي إنني لأول مرة أرى طفلا هكذا ومع أنني لا أعرفه ولا يعرفني هو يتعامل معي كأنه صديقي بحمد الله تعالى نحن في الأسرة كلنا اجتماعيون وراثيا بفضل الله تعالى وبالمناسبة من يعمل في المجال الدعوي يجب أن يكون اجتماعيا فلو كان فضا غليظ الطبع لن يقترب منه أحد يعني أنك تنصح المرتبطين بالمركز بأن يكونوا اجتماعيين ويلتقوا مع الآخرين بالأخلاق الحميدة؟ حسنا ننتقل إلى سؤال آخر كلما فتحنا على قناة مدني أو سمعنا خطابا أو سلسلة من الدروس نراكم أو أصحابكم تطلبون التبرعات دائما فماذا تفعلون بهذا القدر من التبرعات؟ ولعل ذلك حصل معك بشكل مقدر كما يقال صدفة حين شغلت القناة وجدت أحد الدعاة يطلب التبرع نحن لا نطلب التبرع دائما ولو شاهدت برامجنا الأخرى لعلمت هل نطلب التبرعات دائما أم نعمل أعمالا أخرى أيضا وحتى لو طلبنا تبرعا في وقت من الأوقات فإننا لا نضعها في جيوبنا ولعلك مما يصلي الصلاة في المسجد ألا تبنى المساجد من التبرعات؟ وإمام المسجد الذي يصلي خلفه الناس يدفع راتبه من التبرعات؟ وإن كان السائل طالب علم في المدرسة التي يدرس فيها قد بنيت بالتبرعات؟ وإن كان ولدك حافظ قرآن اسمح لي أن أقول إن المدرسة التي حفظ فيها قد بنيت أيضا من التبرعات في الحقيقة التبرع سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بني المسجد النبوي الشريف؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدموا له المال حسب استطاعتهم إضافة لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه أحيانا يطلب التبرعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشيطان يلقي الوسوسة إلى الناس بأن المركز يطلب التبرع لا ينبغي لكم أن تقولوا مثل هذا القول المركز يبني لكم المساجد والمعاهد الشرعية ويقوم بإعداد طلبة العلم الذين يخدمون المسلمين ويدعمونهم وإذا لم يعجبكم العلماء اليوم فسيعجبونكم بعد الموت بالتأكيد هم الذين يصلون عليكم صلاة الجنازة ويقومون بإهداء الثواب إليكم ويقرؤون الفاتحة على قبوركم فعليكم أن لا تسيءوا الظن بهم فالعلماء جيدون يخدمون ويدعون إلى الله وليسوا سيئين في هذه الأيام تطلبون التبرعات للمتضررين من الفيضانات والزلازل والمحتاجين وغيرهم بالطبع وهذا واضح بأننا لا نجمع التبرعات لأنفسنا طيب فلننتقد إلى سؤال آخر أنتم تخوفون كثيرا في خطاباتكم ومبلغوا المركز على قناة مدني يبكون الناس ألا يمكنكم أن تذكروا لنا نعيم أهل الجنة ورحمة الله تعالى حتى يفرح الناس بها؟ ولعل السائل تفاجأ بذكر خطاب أو خطابين من قبيل التخويف بالله تعالى وإلا فنحن نذكر فضائل الجنة وحكايات عن رحمة الله تعالى أيضا بل إن قسم المدينة العلمية للبحث العلمي التابع للمركز قد رتب اثنان وخمسين ومئة حكاية بناء على رغبته في موضوع رحمة الله تعالى ثم قام بنشرها أيضا إذن نحن نتحدث بموضوع الرحمة أيضا بحمد الله تعالى ومعلوم أن الترهيب أيضا ضروري ولا يجز التفاؤل المفرط بهذا الخصوص فلا يمكن أن نقول لا تصلوا ولا تأكلوا الحلال وارتكبوا المعاصي والظلم واعتدوا على الناس وانهبوا أموالهم لأن هذا لا يمنعكم من دخول الجنة لا يمكن لنا أن نقول مثل هذا الكلام الخوف والرجاء كلاهما ضروريان كجناحي الطائر يجب على الجميع أن يقوموا بمراعاتهما وفي اجتماع المركز يذكر مثل هذه الحكايات بحمد الله تعالى ولو حضرت في اجتماعاتنا باستمرار لعرفت جيدا ما نقول لا يمكن أن تصدر حكما بسماع مرة أو مرتين لا تحكم علينا بسماعنا مرة أو مرتين أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم البشير وهو الذي يبشر الناس وكذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم النذير وهو الذي ينذر الناس نذكر في خطاباتنا آيات قرآنية ألا يوجد في الآيات الترهيب ألم يحذرنا الله فيها من عذاب جهنم وكذلك نسمع الناس الأحاديث ألا يوجد فيها ما يتعلق بالخوف والعذاب يوجد بالتأكيد وكذلك يوجد كلام عن الرحمة ومنهجنا يجمع هذه الطرق كلها ليقترب العبد من الله تعالى بطريقة أو بأخرى بالترهيب والترهيب وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يجمع في كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة الله يعني لا حرج في ذلك ينبغي أن لا يكون القلب قاسيا إلى حد لا يقبل الاستماع إلى كلام التخويف بالله تعالى وهذا مهلك في الآخرة بكل تأكيد جاء في القرآن الكريم ولمن خاف مقام ربه جنتان ألا تحبون جنتين وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب أن نخاف منه وكل مسلم يخاف وذلك بقدر المستطاع لو لم نخاف منه لما كنا مسلمين يا حبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبي سلام عليك إذا سمجنا خطاباتكم رأينا أنكم تذكرون فيها القصص والحكايات بشكل كبير فلماذا لا تذكرون أشياء من القرآن الكريم والأحاديث؟ رزقنا الله تعالى التوفيق إذا فتحنا المصحفة فبعد سورة الفاتحة تبدأ أطول سورة للقرآن الكريم واسمها البقرة وقد ذكرت فيها قصة البقرة أرجو أن تقرؤوها وقرأوا تفسيرها ستعلمون ماذا جاء فيها فهل لا قرأنا القرآن الكريم؟ لماذا لا نقرأ؟ بل نحن من نضمه إلى صدورنا وقلوبنا إن شاء الله تعالى وسندخل به الجنة إن شاء الله تعالى وبالمناسبة القرآن الكريم لا يمنعنا من القصص بل جاء في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كلمة قصص واضحة وهي أخبارهم وحكاياتهم إذن في سورة البقرة والنمل أكثر من مئة قصة أجل أكثر من مئة قصة في القرآن الكريم وكم من قصة في الأحاديث ماذا يعني ذلك؟ هل ذكر القصص غير جائز؟ نعم في القصص جاذبية النفسية قصص الإخوة الذين هداهم الله تعالى بسبب المركز وصلت إلى مئات الآلاف في بداية مركز الدعوة الإسلامية عندما كنت أخطب من سمعوا خطابات القديمة يعرفون إنني كنت أبدأ خطابي بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كنت أذكر الفضيلة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك كنت أبدأ كلامي بقصة وبهذا يتوقف من يريد الخروج لأن القصة تمسك المرء وتجذبه حتى تكتمل وعندما يستمع إليها تزداد رغبته لسماع المزيد ويريد الذهاب إلى المسجد بدلا من العودة إلى البيت ويقول لم أصلي صلاة الأشاء بعد وسأعود إلى البيت بعد أدائها وقد فصلت الكلام هكذا من أجل التوضيح لكم سماحة الشيخ اسمح لي أن أقول بأنك قد أثبت قولك من القرآن الكريم والحديث ومع ذلك فإن العالم اليوم وصل إلى نتيجة أدرك فيها أهمية وفوائد القصص بلا شك سواء كنت في الكليات أو المدارس أو غيرها ولذلك إذا أردت أن تقول شيئا لشخص أو حتى الأطفال فإنهم يفهمونه بالقصة بشكل أفضل على كل قد أجبت بإجابة واضحة جدا وأن القصص التي وردت في القرآن الكريم والحديث والغرض منها إفهام الشيء وإضاحه ولعلكم تذكرون فيها شيئا من القرآن الكريم والحديث أيضا أليس كذلك؟ بالتأكيد نقرأ الآيات القرآنية والتفاسير وما إلى ذلك حسب المناسبات أيها المشاهدون هكذا انتهت الحلقة الثانية ورأيتم كيف أن سماحة الشيخ قد أجاب بشكل إيجابي وواضح ولا يوجد عندنا في المركز شيء يسمى لف أو دوران أو حيال لا تنسونا من دعائكم ولعلنا نلتقي في حلقة قادمة حول الموضوع نفسه ولكن تذكروا شيئا واحدا وهو أنه إذا كان في أذهانكم أي شبهة عن مركز الدعوة الإسلامية فلا تفكروا فيها بعيدين عن المركز بل اقتربوا منه وستزول الشبهات كلها إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته